السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمام قبة رقية دودو بنت بدوية شهين بقرافة الإمام الشفعي بحي الخليفة بالقاهرة الوصول للمكان سهل جدا تركب أي حاجة من السيدة عيشة يعني احنا شايفين في الآخر ده القلعة وجامع محمد علي تحتها المأزانة دي اللي هي مأزانة جامع السيدة عيشة اللي جاي من السيدة عيشة ورايح لغاية مدحف الحضارة أو اسمه شرطة مصر القديمة هيمشي في الشارع ده اللي هو ماشي فيه العربيات النهاردة اللي في أوله البنزينة وبعدين ناضي الأبطال وبعدين المعسكر بتاع الجيش ده ومدحف الحضارة بين في الآخر وهو وراه الهرم ده وفي الشارع ده على اليمين فيه جامع اسمه جامع سلطان المتحبين احنا في الشارع اللي قابله على الشمال وتعلمون من المأزانة دي المأزانة الغريبة دي ندخل عندها الأثر بتاعنا موجود في الشارع ده ناخد كده يعني باين في الآخر خالص هو ده قبة الإمام الشافعي ومأزانة جامع الإمام الشافعي وفيه القباب دي اللي هي حش الباشا مدافن أسرة محمد علي باشا القباب دي شايفين القبة دي اللي هي الهلال بتاعها معبوض من فوق فاكرين الأميرة شويكار اللي هي مطلقة الملك فؤاد واللي السرير بتاعها الشاهدر أبرة بتاعها كان على شكل السرير من المرمر دي قبة إخواتها اللي هم الأمير أحمد سيف الدين والأمير محمد وحيد الدين أحمد سيف الدين اللي كان ضرب النار على فؤاد وهو أمير في نادي محمد علي اللي موجوده النهاردة في شارع طلعت حرب باين برضو مشهد الجيوش فوق جبل المؤطم وتحت اللقلقة اللابيض ده ودي مأزانة محمود باشا الفلكي وجامع شاهين الخلواتي أهو في قلب الجبل في أثر مهم جدا هنا هي القبة دي ده مدفن محمد شريف باشا اللي هو أبو الدستور إن شاء الله هنعمل عنه حلقة لوحده اللي جابنا النهاردة وخلينا نبدأ الحلقة بكلمة أنقذو بصوا هنا يعني قبة رقية ده ده من سنة 1171 هجري 1757 ميلادي كان في جنبها قبة اسمها قبة مصطفى بيك شاهين قبلها بخمس سنين حتى يعني كانت ده عمرها يعني قبلها بخمس سنين من سنة 1166 هجري 1752 ميلادي للأسف وقعت وده يعني هي مكان البوص ده لنفس السبب اللي للأسف هتقع بسبب وحنا ما نتمنياش كده قبة رقية دودو الميا اللي هنا وشوفوا حتى يعني فيه كوم أهو يعني الناس جايبين ده علشان يعلم لأن الميا ده خلت لهم في السكن بتاحهم آخر ترميم كان في 2006 شوفوا المنظر اللي هنشوفه بس بعد منقول المعلومة بتاعتنا رقية دودو بنت بدوية شهين ليه دودو مختلف فيها زي ما ليه بنت بدوية شهين يعني خلينا في دودو الأول هي اشتهرت برقية دودو الدكتور عاصم رزق كاتب في أطلس العمار الإسلامية إن كلمة دودو بتاعني في اللغة التركية العثمانية البغبغان ولإن هي رقية كانت جميلة وكده فاشتهرت بدودو لما سألت حتى الدكتور أحمد هارون أستاذ اللغة التركية وصديق اسمه عمر فاروق ده تركي أصلا يعني قال لي هي هي كلمة دودو موجودة في القموس بمعنى البغبغان تمام وهي جاية من كلمة بس هي أصلها فارسي اسمها توتي وداخلت اللغة التركية من الفارسية وبقت بتقال دودو لكن لما هو يكتب يعني اشتهرت بدودو بسبب جمالها هو البغبغان يعني ما بتضربش بيه المثل في الجمال يعني ممكن يتضرب بيه المثل في الفصاحة وفي اللماضة إنما في نفس القموس كلمة دودو بتعني الهانم مثلا وده هو اللي احنا نصدقه خصوصا إن هي من أسرة يعني وصورتها غنية جدا والله أعلم ندخل في الموضوع التاني ليه بنت بدوية شاهين وهي اشتهرت بكده بدوية شاهين دي اللي هي زوجة ردوانكا تخدها وهي حتى مازال لها النهاردة وكالة مسجلة أثر موجودة في خان الخليلي باسمها باسم بدوية شاهين وهي اللي عملت لبنتها رقية دودو عملت لها الأوبة دي اللي احنا نتكلم عنها النهاردة وعملت لها سبيل في سوق السلاح ترحما عليها لأن بنتها كانت ماتت وهي فريعان شبابها لكن يقولك ليه دايماً رقية اشتهرت برقية دودو بنت بدوية شاهين فيها رقيين إما أن هي أبوها مات وهي صغيرة واموها اللي تولت تربيتها وفي رأي تاني بتاع بريس دافين دا كان رحالة وجي مصر في عصر إبراهيم باشا ولو حتى كتاب اسمه الفن العربي هو كذا فيه بيقول أن أبو رقية دودو كان مات قبلها بسنتين رقية دودو إن كانت ماتت بنقول 1171 هجري 1757 ميلادي أبوها مات 1169 هجري 1755 ميلادي وهو كان على خلاف مع الأمراء اللي كانوا موجودين وقتها ولو أمها اللي هي بدوية شاهين كتبت اسم رضوان على المنشآت بتاعتها فده هيتسبب إن المنشآت دي ما تتمش عمرتها والله أعلم لكن في النهاية هي الست اللي هي بدوية شاهين هي اللي عملت القبة دي لبنتها زي ما هو مكتوب حتى هو يعني الاسم هنا دي رقية دودا أنا للأسف مش عارف بنت ست بدوية شاهين مش عارف أدخل بسبب الماء وكتب على كل الأعمدة اسمها وبرضو الأدعية لها وإذا وقفت على هذا الضريح فاسأل ويعني أكيد أدعية نحية التاني وبرضو مكتوب هنا دودو 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 بانا رقية بس مش بين اللي بتاع المربوطة ودودو بنت الست بدوية شاهين أنا جيت المكان ده من حوالي سنة وخمس شهور ما كانش فيه مياه وصورته كويس جدا والأسف أنا مش عارف هات خلاقة في النهاردة يعني هي قبة فريدة من نوحها وفي تحت في تحت التركيبة دي في غرفة ضريحية حجرة فسكية الداف فبسهولة قوي أن هي المياه تاخدها وتنزل ومش بعيدة لأن يعني دي حاجة لنهية احنا بنقول ما نتمنهاش بس هي حصلت بالفعل فجارتها قبة مصطفى بيك شاهين ما كانش فيه مياه من سنة وخمس شهور لكن جيت في 2 ديسمبر والصور عندي يعني جيت في 2 ديسمبر 2017 من سنة بالظبط كانت المياه ببتدت تظهر لكن برضو ما كانتش بالشكل دي وما كانتش بالقطرة دي يعني شوفوا المياه شكلها مغير عن الصور أنا الصور عندي اللي هي بتاعت 2 ديسمبر 2017 وبصوا العمقى قد اي يعني بصوا هنا بصوا ما قد اي يا جماعة دي لازم تلحقوها لان بالفعل هتقع دي مش هنستنى لغاية ما نقول استنوا لما تيجو فلوس أو لا هتصفوا الخطة لا دي هتقع انا مش هقول يعني وصلوا مش هقول الاثار بقى يا جماعة اللي يعرف يوصل مجلس الوزراء يوصل للرئاسة الجمهورية يوصل للرقابة الادارية مش قصد حاجة يعني بس اتصرفهم اتصرفوا لان يعني الصورة بتتكلم عن نفسها بصوا بصوا المياه انا بقول الراجل المياه دخلتله جوه وجايب حتى الكوم اللي احنا شوفنا ده وانا داخل المعاف يعني فرهان هو قال ان هي مش هتترمم صح قلتلي محدش هيجي يا ريت تخيبوا ظننا ويا ريت حد ييجي بسرعة يشوفها وانا بدأت حتى اهو ده اللي هو ده اللي يقدر يعمله اللي هو التراب اللي هو جابه ده ويردم به على قد لكن ده مش حل اعملوا شير ونشوفكم ان شاء الله في اثر جديد واسف ان يعني نهينا السنة بحاجة زي دي النهاردة 31 ديسمبر بس حاجة طرقة فارجوكم الحقوها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته